ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كافة الإمكانيات الصحية والوقائية وطاقاتها البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع للمساهمة في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر السنة هذه والله الحمد صار عندنا زيادة في الطاقة الاستيعابية للأسرة وصلنا فوق 700 سرير مواقعنا الرئيسية هي عبارة عن مستشفيين ثابتة في ميناء وفي دقم الوبر وفي عندنا أربع مستشفيات ميدانية تنتشر في عرفات ومزالفة وميناء وتعمل الخدمات الطبية هذا العام من خلال توفير الكوادر الطبية والصحية وكذلك مستشفياتها الثابتة والميدانية ومراكزها الإصعافية ومراكز الإجهاد الحراري والفرق الطبية والإصعافية المتنقلة واكتمال تجهيزاتها الموزعة بالمشاعر المقدسة وذلك بطاقة استيعابية تتجاوز 700 سرير بالإضافة إلى تواجد طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والتي تعمل على مدار الساعة لنقل من تتطلب حالاتهم الصحية للمستشفيات المساندة في كل من جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية التي تساهم في اكتمال منظومة الخدمات الصحية لموسم حج هذا العام تركي الأحمر مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر